انطلق سباق المشاورات اليمنية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض ستة محاور سيتم التركيز عليها خلال المشاورات أملاً في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية المحاور الستة تدور حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب إلى جانب المحور الإنساني الاجتماعي بالإضافة إلى المحور الإعلامي تأتي المشاورات بمشاركة البعثة الأممية إلى اليمن والمبعوث الأمريكي والحكومة اليمنية وعدد من الأحزاب والأطراف اليمنية لكن من دون تمثيل رسمي من جماعة الحوثي الأمين العام لمجلس التعاون الخالجي نايف الحجرف أكد أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد في اليمن لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لا حل إلا الحل السلمي وأن الحرب وسنواتها السبع الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة لا يمكن أن تحقق الأمن والإستغرار المنشود من جانبه شدد المبعوث الدولي لليمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في البلاد معرباً عن أمله بنجاح المشاورات الشعب اليمني يحتاج أن يرى طريقاً واضحاً للمشاورات ولذلك نحن نعمل من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل يتضمن كافة القضايا العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وأنا يحدوني هذا الأمل تجاه هذه العملية وأشعر بالحماس اليمنيون يريدون إنهاء هذه الحرب المشاورات التي يعول عليها بشكل كبير لإنهاء الأزمة في البلاد تأتي بعد قرار بوقف العمليات العسكرية في اليمن تحالف دعم الشرعية كان قد أعلن عن وقف للعمليات العسكرية في إطار هدنة خلال شهر رمضان وكذلك أملاً في إنجاح الجهود المبذولة لوقف الأزمة